اشتركوا في القناة ببلش ينتقل لبرج العذرة عشان هيك ركزوا معي القمر الآن موجود في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر الخراب الإصلاح بين الشركاء والثبات ورح يضل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و10 دقائق من ظهر اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج القمر الآن موعد بث الحلقة موجود في برج الأسد عشان هيك بيكون الناس من حولنا أي أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفين مع الحبيب بوسعنا تقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا أما بالنسبة للزوايا الفلكية فأول زاوية عندنا زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين زحل وهاي راح تكون يعني الساعة ثلاثة وثمانتعشر دقيقة صباحا بروتها يعني تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات العصر فمن واجه مصاحب عرقيل بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوض بيفتقل بعض الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيل جول الهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار راح يبدأ الساعة ثلاثة وثمانتعشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر ويستقر في برج العذرة يعني العشرين دقيقة هدول هم خلو المسار اللي هي الفترة التي لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع حقد أو خطوبة أو زواج أو شراش ثمين بل إكمال العمل اللي بدان فيه قبل خلو المسار الساعة ثلاثة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش القمر بنتقل ويستقر في برج العذرة عشان هيك من ساعات الصباح منعود لطبيعتنا الجد ومننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك وردة أو شردة دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام نشعر أن الناس شحيحون في عطاهم مديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما إلها وجود هاي أفضل فترة لتخلص من عادة سيئة كتدخين شرب الكحول مهدئات مسكنات بوسعنا اقتناع حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد أما بالنسبة للزاوية التي رح تتشكل إلي أما بالنسبة للزاوية التي رح تتشكل كيف هي كركبك معي أنا والله ما أنا عارب عربية فصحة مع عمية مع كل شي يا الله عادي عادي تحملوني أما بالنسبة للزاوية التي ستتشكل في تمام ساعة واحدة واحدة واربعين دقيقة بعد الظهر اللي هي الظروة اللي هي الزاوية اللي ذكرناها في الأيام الماضية زاوية التزديس الإيجابي اللي بين الشمس وبين أورانوس اللي بدأت تأثيراتها من يوم ثلاثة ثلاثة ومستمرة ليوم عشر ثلاثة طبعا اليوم دروتها وهاي الزاوية بتعزز قدراتنا الإدارية وبتطفي جاذبية على شخصيتنا كما إنها بتعزز قوة الحد لدينا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقاول السلبية ما بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام ساعة أربعة واثنين وثلاثين دقيقة بعد العصر بعض الأشخاص بيشهلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طبع طبعا هاي زاوية تأثيراتها طيلة النهار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن لغاية ساعات الصباح عند القلب والشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان أما من ساعة الصباح بيصير عندنا البنكرياس والأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس والعيون والأذنين هم هذول أجهزة الإحساس المقصودة طبعا بالنسبة للأعضاء هاي اللي ذكرناها أنا ما بنصح بالعمليات الجراحية الكبرى خلال الفترة الثلاث أيام القادمة إجمالا لكل الأعضاء يعني عمليات صغرى ما في أي مشكلة لأنه الآن مراحل اكتمال القمر يعني ميوعة الدم أو تدفق الدم إحنا منسميها فما مننصح بالعمليات الجراحية الكبرى إلا إذا كانت إضطرارية إذا كان في مجال تأجيلها ما في أي مشكلة بالنسبة للأمور اللي إلها علاقة بالتجميل العيون فقط ما ينعمل لهم مش عمليات تجميل أما باقي أعضاء الجسم عمليات جراحية صغرى ما في أي مشكلة هذا اليوم جيد لعمليات ساعة 2-6 دقائق عصراً وبيستمر حتى تمام الساعة 2-43 دقيقة عصراً بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر ويستقر في برج الميزم أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل 14 يوم في تمام ساعة 2-44 دقيقة عصراً بصير عمره 15 يوم نسبة الإضاءة 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم 23 سعيد الآن بنسبة 10% في ساعة العصر بتصير منتحسة بنسبة 25% القمر في الأسد وبدي ينتقل للعذراء ورح يظل بالعذراء لغاية يوم 8-3 منتحس الآن بنسبة 40% في ساعة المساء بصير منتحس بنسبة 10% عطارد في الحوت حتى يوم 19-3 منتحس بنسبة 25% الزهرة في الحمل حتى يوم 16-3 سعيد بنسبة 70% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25-3 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% وزحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بالضل رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم هي الفترة الإيجابية هي ساعات مثمرة إيجابية تستعيد شراختك تسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وأيضا مناسب للتقارب العاطفي أما من ساعات الصباح وما بعد فالقمر بصير في البيت السادس بدكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم الأهم اللي بشعر بشيء غير إعتيادي إنه يراجع طبيبه برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور ومن الآن لغاية ساعات الصباح بتظل الأمور البيتية والعائلية هي اللي بتأخذ القسط الأكبر من تفكيركم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تظهر بعض يعني أو تضطر لبعض الاهتمامات والتصليحات المنزلية أو غيرها أهمش إنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن يصير قلق حول صحة أحد أفراد العائلة أو عطل منزلي أما من ساعات الصباح في القمر بصير في البيت الخامس فهنا بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانسيات والأجواء بتصير فيها حضوض كثيرة والعاطفة بتصير ممتازة وأيضا اهتمامكم بنفسكم بصير أكثر برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات من الآن لغاية ساعات الصباح ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة ويكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار تتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر ومستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصلوا على فرصة ممتازة خلال هذه الساعة من ساعات الصباح طبعا هنا القمر رح ينتقل للبيت الرابع فبتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرق عطل منزلي أو حدث عائلي أو اهتمامات عائلية خلال هذا اليوم أهم شيء إنك ما تهم العائلتك وسيطر على انفعالاتك وعصبيتك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر رح يظل موجود في بيت المال لغاية ساعات الصباح فبتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات ثمينة ممكن تعالجوا استحقاق مالي أو تحصلوا على هدية دعم هبة مساعدة أو تحلوا مسألة مالية معينة أهم شيء أن تنتبهوا على أموالكم أما من ساعات الصباح بيصير عندكم نشاط عالي جدا في التنقلات والاتصالات والسفريات لكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خلال هذا اليوم عندكم قدرة عالية ذهنكم صافي قدرة على الإقناع ممتازة وسرعة بديها بتنقذكم بكثير من الأمور بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا زي ما حكينا القمر ما زال موجود عندكم معناته النشاط بظل مسيطر عليكم خلال هاي الساعات لغاية ساعات الصباح بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة يدعم من مركزكم الاجتماعي في أي ساعات في انفراج وتقدم ملموس بالنسبة لأي لكم أهم شيء تتحلوا بالحكمة والواقعية بتشتد عزمتكم وبترتفع المعنويات بشكل جيد أكثر فأكثر أما من ساعات الصباح فهنا التركيز رح يصير على الوضع المالي بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم ممكن تحصلوا على بعض المكاسب من عمل إضافي مستردات هباد دعم ولكن بتبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وتحرصوا على مالكم من السرقة أو الضيع بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح فعشان هيك من الآن وللصباح بتكونوا تحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير وممكن تشعروا ببعض الإرهاق أو التعب اللي شوي رح يظل مؤثر عليكم لغاية ساعات الصباح أهم شي إنك ما تسمح للقلق إنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط كل ما اقتربنا لساعات الصباح التعب اللي بتشعر فيه هات ببلش يتراجع وبيبلش يزول مع اقتراب ساعات الصباح من ساعات الصباح بتمتلقوا نشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات اللي تناسب وضعك الحالي بتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء من الآن لغاية ساعات الصباح ولكن القمر بدأ يقترب من بيت المتاعد ممكن تتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة ولكن طاقتكم بدأت تنزل اطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة لا أي شخص بيلجأ لكم في خلال هذا الوقت وحاولوا انك تخرجوا للقاء الناس واشحن حالك بطاقة ايجابية بساعات الصباح خلاص القمر بنتقل وبصير في العذراء بيت متاعبكم فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم أهم مش انه ما توقعوا على العقد وما تحسنوا أمر لانها هاي فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحض يعني خلال ساعات النهر بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا الاهتمام رح يضل على العمل من الآن لغاية ساعات الصباح والعمل والعلاقات الاجتماعية بيتركز اهتمامكم على تعزيز علاقاتكم بالمسؤولين وتعتبر هاي ساعات مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيقدموا طلبات لعمل حاولوا ان تقدموا أفضل ما عندكم ممكن تحرزوا تقدم مفاجئ أو تظهر متاعب المتاعب هاي بتيجي إما متاعب سمعة أو متاعب عائلية أو شخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية من ساعات الصباح بتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص خلال هذا اليوم ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أو يسعدوا من لقاء الأصدقاء أو علاقات اجتماعية بحتي بتكون خلال هذا اليوم ومكاسبك من خلال معارفك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة يعني من الآن ولغاية ساعات الصباح وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم وتتقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم يعني هاي الساعات لغاية ساعات الصباح جيدة بالاتصالات والسفريات والتعامل مع الأجانب أما من ساعات الصباح فبدكوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية يعني يعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يعززوا علاقاتهم بالمسؤولين أهم شيء تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجوى قدر الإمكان لأنه القمر رح ينتقل لبيت السمعة يعني بيت فيه ضغط شوي حاول إنك ما تخالف قوانين وما تجازف وما تعمل خلافات بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بيظل التركيز على تنظيم أموركم المالية المشتركة من الآن لغاية ساعات الصباح من جهة فيه فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض شراكة شراكة مالية أو شراكة عاطفية يعني مال الزوج ممكن أو الزوجة يكون هو مقصود بالمال ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبك إطالة الخلاف والزعل حاول تسارع لتقريب وجهات النظر قدر الإمكان باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد أما من ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت التاسع وهنا الطاقة الأكبر فبتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر الاتصالات البعيدة، الامتحانات الجامعية، العلاقات مع الأجانب أهم شيء تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن الأجواء مناسبة وداعمة لكم بقوة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بترغبوا في تدعيم شراكاتكم لأن القمر ما زال موجود في بيت الشراك المالية والعاطفية وبالظل هذه الساعات مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنه ما تنفعلوا حولوا الإضاءة للإيجابيات وما بينفعكوا في هذه الساعات، يعني لغاية ساعات الصباح ما بينفعكوا التوتر ولا الجدال ولا المواجهات ولا العصبية حاولوا تعالجوا كل الأمور بعصاب باردة أما من ساعات الصباح فهنا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة إنجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كترت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية الاهتمام كله خلال النهار رح يكون على الوضع المالي أو حل بعض المسائل المالية المعقدي برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا القمر بدأ الآن بمراحل المقابلة فعشان هيك من الآن لغاية ساعات الصباح صحيح أن العمل بيتراكم ما عندك طاقة طاقتكم بدأت تنزل ورغم أنه عندك قدرة على إنجاز بعض الأعمال إلا أنه بتحس بين لحظة وأخرى أنه طاقتك بدأت تنفقد بدك ترتاح بدك تهرب بدك هيك تعيش لحظات مع نفسك حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغداءكم وراحتكم طيلة اليوم طيل يعني من الآن ولغاية ساعات المساء طيلة اليوم بدكوا تنتبهوا لصحتكم بشكل جيد وما تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم لأنه في ساعات الصباح القمر خلاص رح يصير مقابلكم تماما فهنا بصير اليوم بترغبوا في تعزيز شراكاتكم وبرضو ممكن يتعززوا العلاقة معاهم أو صير تعامل ما بينك وبين شركاء المال والعاطفة ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وإبعدوا وحاذروا من الخلافات وحاولوا أنكم الضخم الأمور هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء